اشتركوا في القناة 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 أرجو أن استوعبتوها يعني إذا عندي A commute ويا B و B commute ويا C بالنتيجة C commute ويا A أعتقد أنه مرحب المرحب هو Relation on board function operator ننضات A commute ويا B A commutator ويا B لا تساوي صفر B ويا F لا تساوي صفر In particular Exponential A مضربة في Exponential B لا يساوي Exponential A plus B يعني إحنا معروفة حتما برياضيات إذا عندي Exponential 3 مضربة في Exponential 2 هي عبارة عن Exponential 3 زاعد 2 على سبيل المثال لكن بالميكانيك الكم Exponential A مضربة في Exponential B لا يساوي Exponential A plus B ولكن بصورة عامة Exponential A مضربة Exponential B يساوي Exponential A plus B مضربة في Exponential Commutator A B Divided by 2 هذا علاقة ركزوا علي So that Exponential A مضربة في B في Exponential ناقصا A إذا عندي هذا الشكل في ميكانيك الكم كمؤثرات لاحظ إنه إنه A Operator و B Operator آخر بروق بروق equation D بروق هذا هو موار بروق equation D ولو أنا إن شاء الله بيستمرار المحاربة سوف أشرح لكم هذا الهوم موار بزياني The MDS A to minus 1 اللي هو معنى The MDS 2 للمؤثر A minus 1 شنو هذا Of a linear operator A is divided by أو يعطى by the relation يعتى بالعلاقة A minus 1 في A زبط A في A minus 1 وتساوي منها I هاي دعا بمؤثر اللي هو A فالMDS مات هو minus 1 لكن إذا ضربت المؤثر بالإنبيرس أو ضربت الإنبيرس بالمؤثر بديك الحالة يكون الناتج هو Unified Operator وزيونة Operator that leaves any state in change يعني اللي هو المؤثر اللي يقادر أي زيان حالة بدون التغيير Acquainted of two operators الشنعرف دفاع the operator A by another operator than me is appointment to multiplying A by B inverse يعني إذا كان عندي معتر A و B زيان قرأت A تقسيم B أيضا نكتب A مضوغة في B minus 1 هي inverse زيان فالسرع B A على B تساوي A في B minus 1 و A على B تساوي A مضوغة في M operator على B وتساوي A في B minus 1 and A divided by B operator مضوغة في A operator is equal to B operator to minus 1 مضوغة في A operator طبعا عرفنا ساوي M operator M operator if it is English U minus 1 is a joint U to Degar يعني ما حقق U Degar وساوي U minus 1 بيش الحال يفعل علي أن U هي M operator أو أو بصيغة أخرى U Degar is U Degar U is equal to I not the product of two unitary operator is also unity ملاحظة إذا الضغط بالنسبة للهنين من المؤثرات الUnitary هي أيضا Unitary نثبت هذا U V مضوغة في U V Degar is equal to U V مضوغة V Degar U Degar وتصاوي نحن جمنا جيدا نفتح Degar على القوس تتبدل تبدل U V C V U وتصاوي U مضوغة في V Degar مضوغة في U Degar V Degar هي عبارة عن إنش واحد أو unit V أو unit operator وتصاوي U Degar وتصاوي I I أو U V Degar تصاوي U V minus 1 وهي عرفناها زين قمنا أدناء A Degar تصاوي A minus 1 This is the result can be generalized to any number of operator هاي نقدر نحن هاي عدد من المؤثرات يعني A,B,C إلى آخره مضوغة A,B,C لكل Degar فشتصير A,B,C D قلنا من نغيق نضابة Degar على كل ما موجود بداخل القوس بدل A,B,C,D يصير آخر وحدة اللي هي تصبح أول وحدة وتكون Degar Degar إلى آخر فصارت A,B,C D Degar C Degar A Degar صارت A,B,C C Degar B Degar A Degar فصارت A B Degar مضوغة في أي العفلسية تتكملوها وتساولنا A في أي Degar وبالنتيجة A Degar أصبحت بالنتيجة أن A,B,C D كل Degar بحق أولو بحق أهلا بحق أهلا و من بحق في المعلومات بحق أي نوع بحق مرضى لك Wa دولة نوع وأن يستخدم إ Biraz أجل أنه بأجل الخارج نستخدم الصيغة اللي هي f ذالة اللي المعتر a كل دقار مساوي الى f صار a تدقر سنعرف يكوليها للألاقة وشارحها نرى هذا يودقار آنهن بيو. ماشي ساوي لي؟ ساوي لي E to power I E J كل دقار. والدقار ش راح يساوي لي؟ حيغير لي الإشارة. صارت إكسبونيشن ناقصة I E في G أوفريتر. وتساوي لي E up to I E G ويؤدي الـ Q to power minus 1 لأنه الـ M فيرس مالتها فقط هو اللي حيغير لي إشارة I بزين. فبالنتيجة اللي بين القوسين هو يمثل لي E to minus 1 اللي هو M فيرس فأصبحت بأنه يودقر الـ Q to minus R. آه تحياتي لكم وأنا أتمنى لكم موفقية وأرجو أرجو متابعة المحاضرات يوم بيوم.